يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آداب قرآنية القرآن هو أشرف كتاب أنزله الله جل وعلا نزل به أشرف ملك وهو جبريل عليه السلام في أشرف شهر وهو شهر رمضان المبارك في أشرف ليلة من ليالي السنة وهي ليلة القدر في أشرف بقعة على الأرض وهي مكة المكرمة وبأشرف لغة وهي اللغة العربية وعلى أشرف خلق وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى خير أمة وهي أمة خاتم النبيين عليه وعلى الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم هذا هو القرآن العظيم ولازلنا وإياكم نتحدث ونتحاور في آداب القرآنية وما فيها من تدبرات وتأملات في هذه الليالي القرآنية مع فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن بدير اعتيبي حياكم الله شكرا الله يحييك يا مرحبا مرحبا لازلنا نتكلم عن الأداب القرآنية نتكلم عن ما تحويه من معاني وتأملات ويعني أشياء جدا تريح القلب وتريح النفس في هذه الليالي القرآنية وعنى هذه الليلة سورة الكهف نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده الحقيقة أداب القرآن لا تنتهي ولا تمل منها النفس ولا تكل طبعا أداب سورة الكهف كثيرة جدا ولكن الذي نريد الحديث عنه في هذه الليلة هو آداب المتعلم مع معلمه والعلماء استنبطوا آداب فاقت الثلاثين أدبا في أدب موسى مع الخضر يعني فقط في قصة موسى مع الخضر في التعليم ثلاثين أدب أكثر أكثر من ثلاثين طبعا صح لا أقول طبعا الخضر أنه رجل صالح وقيل أن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لموسى حتى يعلمه أن هناك منه وأعلم منه ولو لم يكن نبيا فالخضر يعني في أصح لا أقول أنه ليس نبيا رجل صالح أعطاه الله علم وموسى أصبح هنا في دور التلميذ القصة كيف وصل يعني تعرفونها ويعرفها الإخوة والأخوات ولكن الذي يعنينا هو الآداب التي حدثت بين موسى المتعلم في هذه اللحظة وبين الخضر طبعا لما قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا هو الخضر أي نعم يعني الآن موسى عليه السلام مع خادمه نعم لا انتهى هو خادم الآن وصلوا وصلوا إلى الخضر إلى الخضر من هنا نريد أن نبدأ نعم ولا القصة وهذه البداية نعم فالله سبحانه وتعالى يثني الآن على الخضر فيقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة لاحظ كل الأنبياء وصفوا بالرحمة وكذلك الأولياء رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهذا أصلا أول أدب قبل يعني هذه التوطئة هذه لا يعني التوطئة لمفهوم لمفهوم العلم بين المتعلم والمعلم ذكر الله رحمة وعلم إذا ما في رحمة لن يستفيد منك المتعلم أيها المعلم وإذا ما عندك بضاعة علم ولو كنت رحيما لن يستفيد منك علما فلابد من توفر هاتين الصفتين في المعلم تجاه تلميذه الرحمة والعلم الرحمة والعلم يستطيع الإنسان أن يعلم سيكون معلما ناجح مثالا نعم لا أريد أن أقول نموذجا لأنها ليست فصيحة سيكون معلما مثالا لذلك الذي يفتقد الرحمة في أسلوب التعليم تجد الطالب يعقد من الصغر إلى الكبر في هذه المادة لأن هذا الأستاذ غير رحيم ويتذكر كثير من الناس ويتذكر وقد يكره الملم كله صحيح وبعضهم رحيم لكنه فاقد البضاعة وفاقد الشيء لا يعطيه إذن لابد من إذن هذا أول أدب هو أدب الرحمة في اجتماعها مع عش مع العلم مع العلم وهاتان الصفتان غرسهم الله غرسا في الخضر عليه السلام لذلك قال من لدنا شوف آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا كله من الله وكل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى وبقرمه ومنه على عباده وهذه إذا توفرت في المعلم فلا ينسبها إلى نفسه أبدا ولا إلى قدراته وإلى فصاحتي بل هو رزق من الله لأنه هو هي الرحمة الأصيلة التي تكون من الله والعلم الذي يكون من لدن الله سبحانه وتعالى الأدب الثاني استئذان المتعلم من معلمه في أن يحضر لديه أو يأخذ عنه وهذا الذي فعله موسى فقال قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وهذه لو وقفنا عليها وقفة كذا كيف أن هذا نبي وله من المكانة العظيمة وهذا ولي نعم فيستأذن النبي من الولي وهذا من الأدب من كمال الأدب لضابط العلم الآن سبحانه يعني الهدهد ليس أعلم من سليمان على الإطلاق لكنه في تلك المسألة كان أعلم كان أعلم هنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يجمعه بمن يفوقه في العلم على كل حال فأراده أن يتعلم منه وأن ينظر في سعة الله وتوزيع عطاياه لخلقه الذي عندك يا أبا عبد الرحمن من العلم قد يكون لا أعرف فيه ذرة واحدة والعكس ولو اجتمع علمي مع علمك قد نركن إلى الطفل الصغير عنده حديث لم نسمعه أنا وإياك من اليوم نعم صح فلابد أن يكون العلم تكامل يعني تكامل في التنوع ويكون تفاضل إذا كنا في تخصم هذا أفضل هذا أفضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لكن المشكلة اليوم هو تصدر العلم العلم عندي ولا يوجد عندك والعلم ما كان عندي هذه هي المشكلة وغيري جاهل وغيري نعم لذلك موسى أصلا نفى هذا كله مع أن موسى يوحى إليه يعني نبي نبي بل هو كليم الله سبحانه وتعالى كليم الله يعني منزلة الأنبياء فوق فقال هذا الأدب هل لحظ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت و رشت أيضا فيها أدب آخر هذه العلم العلم قد لا يكون فقط في الحلق بل يكون في السفر في المشقة موسى لم يكتفي بالحلقة والجلوس و لم يذكر الله في علمه ما هذا أنه علم جلوس لكنه علم رحلة رحلة و صحبة حركة و صحبة نعم لذلك كثير اليوم من طلاب العلم أخذوا عن أشياخهم و علمائهم من صفاتهم و أدابهم في رحلات العلم أكثر نعم من الجلوس في المساجد لأن في السفر تسفر الأخلاق سمي السفر لأنه يسفر عن صاحبه لذلك اسمع اليوم و وقرأ كذلك لا تجد عالم من علماء السلف إلا قيل في سيرته رحلاته العلمية ما فيه علم بالجلوس فقط نعم حتى في عصرنا الحالي يعني كثير من المشايخ الكرام دائما تسمع منه في رحلة مع الشيخ بن باز نعم في مثلا رحلات الحج يعني نعم في سفر مع الحج و جلوس مع المشايخ في الحج و هذا من من يعني الأشياء التي ممكن تحصلها ما تحصلها في غيرها لذلك كل يوم الشافعي سافر تجد عوضا عن من تفارقه و أنصب فإن لذيذ العيش في النصبي الأسد لو لا فراق الغاب ما افترست و النبل لو لا فراق القوس لم يصبي والله فلابد لطالب العلم من الرحلة في طلب العلم لهذا الغرض خاصة و أصلا رحلة موسى من البداية رحلة حتى وصل الخضر ثم رحلة مع مع الخضر فالرحلة إلى العلم و الرحلة في العلم هذا الفرق فبدأ استأذن لكن أيضا لابد للمعلمي من الأداب القراني أن يراعي حال متعلمه أو تلميذه فلا يسهل له بضاعته و لا يصعبها فيعقدها حتى لا ينال منها شيء لذلك هو عرض عليه شيء من الصعوبة و سبحان الله يا با عبد الرحلة من تدبير الله و من حكمته أنه لابد للمتعلم من الصبر على معلمه إما على مشقته و جلده و نصبه أو أحيانا على خلقه قد يكون المعلم يعني خلق لكنه شديد شديد لذلك لابد من الصبر يعني حتى يعني في قصص السلف و الخلف يعني ما يجد بعض التلامذة من الصعوبة و الحد أحيانا لكنه لابد من الصبر لذلك الخضر عرض على موسى شيئا فقال له من البداية إنك لن تستطيع معي صبر من البداية لأن الخضر عنده علم خاص هنا و علم لا تدركه العقول من الوهلة الأولى فهو علم فائق سيكون فيه اتلاف سفينة و خرقة على غير أن العلم يدعو إلى الإصلاح و سيكون فيه قتل نفس و سيكون فيه الجدار الذي يسقط يعني أشياء تخالف العقل البشري و تخالف حتى المنطق مثلا المنطق و الغاية من العلم الغاية من العلم ليس الهدم و القتل الإصلاح فموسى لن يدرك حتى نحن لو لا أن الله ذكر لنا في النهاية الغاية ما صبرنا و لا فهمنا فأيضا هذه فيها أدب أن العلم قد يكون فوق مدارك المتعلم و لن ينال هذه المدارك إلا بصبر الصحبة و الجلد و عدم العجلة و التريث و الصبر حتى وصول العاقبة لأن أصلا غاية موسى من العلم ليس المعلومة و هذا خلل اليوم يعيشه الناس يظن العلم هو جمع المعلومات لا العلم سلوك لذلك لما قال له موسى استأذن قال قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة إذن سلوك الرشدة و إش السلوك فاليوم كثير من الناس يظن العلم هو في كثرة المحفوظ و كثرة المعلوم و كثرة المسموع و هذا بلا شك أصل مهم لكن إذا لم تكن الغاية منه حصول السلوك و حصول التقو و حصول الخشية الله يرزقنا هذه المنزلة لذلك لما أعرف العلماء العلم الشرعي بكلمة واحدة و جملة واحدة قالوا هو العلم الموصل إلى خشية الله من أين جاءوا بها إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء إذن هو حصل خشية و لما حصل حصل رشد و لما حصل تغير السلوك و لما تغير بهذا النتيجة نعرف أن الإنسان حصل مثلا بلغ غايته من العلم و إلا إذا كان جمع معلوم و محفوظ فهذا يورث العجب و الكبر إذا قال من القيم أشنع الكبر كبر العلماء قد يكون ما في شيء إلا يحفظه لكن ما يعطي و ليس شيء في سلوكه و لا في بساطته و لا في رحمته لذلك لابد من الرحمة و حصول البضاعة فقال على أن تعلمني مما علمت رشدة قال إنك لن تستطيع ما يصدر و أيضا من آداب أن المتأن المعلم يخبر يخبر متعلمة أو تلميذة بالصعوبة و أسبابها يعني حتى لا يغلقها في وجهه تماما أنت لن تستطيع ما يصبر ثم أراد أن يبرر له قليلا حتى لا يصده صدودا كاملا قال و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا الآن بلغوا بالسبب قال له أول شيء أنك لن تستطيع معي صدرا حتى يعني يكون عند نبينا موسى عليه السلام العلم بالصعوبة و بعدها هيألك تهيئة التهيئة التي بعدها و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يعني هو يريد أيضا أن لا يتهم موسى نفسه بأنه يعني ليس عنده صبر و أنه كسور و أنه لا قال كل الصفات إن شاء الله فيك لكن أنا أعتذر لك لأنه كيف تصبر على شيء أنت لا تتصوره فهو اعتذر له يعني أنت أهل لأن تكون تلميذا و لكن حتى لو كنت تلميذا إذا لم تدرك ما عندي من علم أو غاية علمي فأنت معذور يعني لأنك لا تخبر شيئا في هذا فهذا أيضا من الأدب من الأدب نعم حتى لو جاءك طالب علم أراد علم خاص عندك أو علم أنت متمكن فيه و رأيت من علاماته و فراسته أنه لا يصلح لهذا العلم فلا ينبغي أن تصدها وتغلق الطريق إذا كان ولابد فلتبرر له مثلا أن اليوم العلوم يعني مفتوحة مثلا علم الفرائض ليس كل الناس تعرفه نعم صحيح و ليس كل الناس تدركه مثلا فالمعلم قد يرى في هذا نجابة و قد يرى أنه يصلح هذا للفقه يصلح للتفسير يصلح للغة و لا يصلح لهذا فهي ثغور يعني و كله ميسر لما خلق لما خلق له فلم يرد الخضر إغلاق هذا الباب بل اعتذر و برر و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا تأتيك الآن الجد و الرغبة و الطالب الذي اختبر الآن و ابتلي و صدق في اختباره قال ستجدني إن شاء الله صابرا و لا أعصي لك أمرا فهذه أظن يحتاج لها حلقة أخرى إن شاء الله يحتاج لها حلقة كاملة من ناحية الصبر و من ناحية يعني ستجدني إن شاء الله صابرا و لا أعصي لك أمرا و من ناحية الطاعة و من ناحية الجلد و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبرا و كما علمتنا يا شيخ الآية هذه دائما في تكرار و مرار إزاكم الله خير يا شيخنا و كتب الله أجرك و نفع الله بك و بعلمك يا رب و إياكم الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة في هذه الحلقة حلقة الأداب القرآنية التي استعرضنا فيها و إياكم جزءا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف نستكمل و إياكم إن شاء الله الأداب القرآنية في هذه القصة الجميلة الرائعة مع موسى عليه السلام و الخضر قصة العالم و المتعلم بإذن الله في حلقات قادمة إلى ذلكم الحين و كل حين نستبدعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله و اتقوا الله إن الله سميع عليم اشتركوا في القناة